بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إبراهيم كاراجول يجيب على أسئلة صعبة متعلقة بالواقع التركي وعلاقته بأعداءه في المنطقة فيقول تركيا تقاوم في كل شبر من منطقتنا وتصدم كل من يأتون لحصارها فلماذا تعيبون ما الذي كان ستفعله تركيا أكثر من ذلك هكذا يقول إبراهيم كالين لقد أقدمت تركيا اليوم على بناء قوتها للمرة الأولى منذ انهيار الدولة العثمانية فأحيت إرثها السياسي والثقافي والجو سياسي وكذلك طموحاتها وتخلصت من الغبار الذي كان يعتريها وأعادت اكتشاف جيناتها السياسية هذا الرجل في الحقيقة ملهم هذا الرجل في الحقيقة يقدم لنا بكل بساطة يعني رشدة ويقدم لنا خارط الطريق دائما كيف ترى تركيا وكيف تتحرك تركيا وكيف تعالج تركيا قضاياها من أرد أن يعرف كيف يفكر العقل التركي عليه أن يستمع لمثل هذه الحلقات وهذه الإفادات وهذه المعلومات هذه معلومات غاية في الأهمية لأنها ترضح لنا إلى أين تتجه المنطقة وإلى أين تتجه تركيا بشكل خاص كما أعادت فتح ملفات كل طموحاتها التي أرجئت منذ انهيار الدولة العثمانية وقيام الجمهورية ووهبت القوة لكل مكان وكل شيء سلب منها وأخرج من نطاق تأثيرها ووضع قيد الرهن من الجبهة إلى المركز من الوصايا إلى الوطنية تركيا أصبحت دولة قوية صاحب الطموحات لقد أحيت تركيا إرادتها التي أخرست بضغوط من أمريكا وأوروبا على مر السنين لتتحول من الجبهة إلى المركز ومن الوصايا إلى الوطنية ومن العواصم الغربية إلى الأنضول ومن العقليات الدخيلة إلى عقلياتها الذاتية هنا كلمات عميقة جدا توضح لنا أين كانت تركيا وإلى أين تتجه تركيا وأين أصبحت تركيا اليوم توضح لنا كيف تفكر العقلية التركية ارتباطا بإرث الماضي وقراءة الحاضر واستشراف المستقبل لقد أدركت تركيا أنها لن تستطيع تأسيس فكرتها إلا بقدراتها الذاتية ورأت أن هي التي ستضع أسس هذه الفكرة كما أدركت أنها لن تستطيع الصمود بعقلية القرن العشرين وأنها ستدمر نفسها إذا ما حصرت نفسها على مصيرها في القرن العشرين وأن من تعتبرهم حلفاء يستهدفون وطنها ويمثلون أكبر تهديد بالنسبة له هنا يوضح الفرق بين الحلفاء المزيفين الحلفاء الذين يفرضون وصايا على تركيا وبين تركيا التي تكسر الأغلال وتفك القيود تركيا أصبحت بلد القوة والطموحات ماذا كان يمكن أن تفعل هل كانت لتركع وتطأطئ رأسها ماذا كان عليها أن تفعل وماذا كان يمكن أن تفعل هل كان عليها الركوع والاستسلام هل كانت سترضى بالدور المفصل لها وبالدمار هل كان عليها أن تضع تعريفات لسلطة الدولة والعقلية السياسية والاقتصادية والبنية الاستخباراتية والوجود العسكري على طاولات العواصم الغربية هل كانت ستستسلم لإرادتهم هل كانت تركيا ستعتبر أن الأدوار التي اختاروها لها أدوارا قومية ووطنية لتكذب على نفسها وشعبها لعشرات السنين التالية هل كانت تركيا ستلعب دور الجندي المطيع الذي وضعته لها أمريكا وأوروبا والمحور الأطلسي من أجل نظام القرن الحادي والعشرين هل كان عليها أن تثبت نفسها في هذا المكان في الوقت الذي يعد فيه صياغة النظام الاستعماري الغربي المستمر منذ قرون التهديد يقترب من حدودنا لأننا كنا سلاجقة وعثمانيين وهكذا كانت الذاكرة لو كانت فعلت ذلك حتى ما كانت لتنجو لأنها كانت هدفهم الرئيسي لأنها كانت الدولة السلجوقية والعثمانية والدولة التي رسمت ملامح المنطقة لمئات السنين وكافحت الصليبيين وحاسبت الغرب على مدار مئات السنين لقد كان هذا التاريخ والذاكرة لقد كانوا سيفعلون كل ما بوسعهم كي لا يتكرر هذا ويضعف تركيا ويقزموها فهذا كان مخططهم الذي وصلنا لحدودنا ومن أجل هذا المخطط حاصرون من العراق وسوريا ووضع خريطة ممر الإرهاب الممتد من حدود إيران إلى البحر المتوسط ومحاولات الحصار في شرق المتوسط وإقامة الجبهات المعادية لتركيا في بحر إيجا وإجراءات المناورات في بحر المتوسط ومحاولات إقامة جبهة عربية بوسطة السعودية والإمارات تركيا استهدفت في ذلك اليوم من قلبها كانت الجيوش الأجنبية ستغزو الأناظول هنا يتكلم عن الإنقلاب الذي فشل 15 تموز 2016 هنا يتكلم عن الإنقلاب الفاشل في 15 تموز 2016 إن الخطر الذي اقترب من حدودنا داخل أراضينا ليلة 16 تموز عندما ضربوا تركيا من قلبها وحاولوا تنفيذ أكبر محاولة احتلال داخلي في التاريخ وهي المحاولة التي كان ينفذها حلفاء تركيا لقد كانوا سيقضون على تركيا في تلك الليلة ليخرسوها لمائة عام قادمة ويدخل التهديد الحدود إلى أراضينا وتغزو الجيوش الأجنبية الأناظول وتتحول الوصاية لاحتلال وانتداب ولا يبقى سوى تركيا الممزقة وفق النظام الدولي الجديد هل كان علينا أن نقول سمعا وطاعة ماذا كانت ستقول تركيا لمن يقولون لها لا تنقب عن الغاز في البحر الأسود ولا في النفط في البحر المتوسط واسحبي أسطولك إلى قواعدك ولا ترفعي صوتك عندما نرسل جيوشنا إلى حدودك مع سوريا أو عندما نسلح جزر بحر إيجا أو نرسل رجالا يحكمون تركيا نيابة عن المستعمر هل كان ينبغي لها أن تقول سمعا وطاعة لا مستحيل أن يحدث ذلك ما كانت لتفعل ذلك فإذا تقطأت رأسها كان انتحار لقد فعلت تركيا ما كان عليها فعله فاستعادت وعيها وعادت لأصلها وذاكرتها وعقلها وقوتها وطموحاتها وجيناتها التاريخية عدنا لبناء القوة والخطوط الدفاعية والعقل والوعي ذلك أن هذا كان أهم خطوطنا الدفاعية بل كان الخط الدفاعي الوحيد فهكذا تخلصنا من كل التهديدات في هذه المنطقة على مر ألف عام كانت تركيا تعلم أنها بهذه الطريقة تستطيع الصمود وأن إقامة خطوطها الدفاعية عند النقطة صفر من حدودها يعني نقل هذه الحدود غدا إلى داخل الأناظور لقد بادرت تركيا لإنشاء قوة وخط دفاعي وعقلية ووعي في غاية القوة كما وسعت خطوطها الدفاعية وخطوط المقاومة إلى أعماق المنطقة لقد شكلت خطوط مقاومة مع أخواتها في القوقاز وليبيا والمناطق الجنوبية من حدودنا وقلبت رأسا على عقب كل مخططات الحصار التي حاولوا تنفيذها حولها وفعلت وما تزال تفعل ما يلزم للمحافظة على بوابتها الغربية والشرقية مفتوحتين صدمت من أتوا للحصار لقد كانت تركيا من ناحية تطرح تساؤلات عن النظام الدولي وتتحول لأحد العناصر الأساسية للنظام الدولي الجديد ومن ناحية أخرى كانت تنعش ديناميكيات المنطقة وقدراتها على إعادة إنشاء المنطقة لقد صدم من أتوا للحصار إذ لم يتوقعوا تحركات تدل على القوة بهذا القدر في هذا الوقت القصير فكانت تركيا قد أقامت محورا وطنيا أسمته محور تركيا لقد تحول نموذج الزعيم الممثل في أردغان ونموذج الدولة الممثل في تركيا إلى موجة سياسية مؤثرة في كل الدول والشعوب في المنطقة الواقعة من الأطلس إلى الهادي شكلوا جبهة داخلية ليس لها مقدسات لكنهم لم يتوقفوا بل حاولوا هذه المرة نقل الجبهات التي أقاموها عند النقطة صفر من حدودنا إلى داخل تركيا وأقاموا جبهة معادية لتركيا اختبأت تحت عبائة معارضة أردغان لقد جمعوا تحت مظل واحدة جميع الشخصيات والطيارات والأحزاب والتنظيمات التي يستهدفها الغرب بنفوذه من يمينيين ويساريين وإسلاميين وليبراليين وقوميين وتنظيمات إرهابية لقد جمعوا على هذه الجبهة التي ليس لها أي مقدسات هذه الطيارات التي لها مقدسات سياسية إن هذه الجبهة تعمل بشكل حثيث ومشترك من أجل إسقاط أردغان ولكن في الواقع تركيا هي التي يريدون إسقاطها وإيقاف تقدمها لم يدعموا تركيا أبدا وتخلوا عنها ذلك أن إسقاط أردغان وإيقاف تقدم تركيا لم يكن مخططهم بل إنه مخطط فرضه عليهم من قالوا تصفية أردغان ستكون أولى مهام الإدارة الأمريكية الجديدة بايدن وسندعم المعارضة التركية لإسقاط أردغان هكذا يصرحون ويعلنون هكذا يقول جو بايدن المرشح الرئاسي القادم وكأنه يصنع من نفسه إله وأنه يولي من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ونقول له كفى إن تركيا بإذن الله صاعدة وإن أردغان بإذن الله تعالى سيحقق للأمة الإسلامية الكثير والكثير لقد وقفنا على قدمين للمرة الأولى منذ انهيار الدولة العثمانية لكنهم تخلوا عن تركيا فنحن نتابعها كما كنا نتابع صعود السلاجقة والعثمانيين وندعمها لكنهم يقفون في وجهها ولا يدعمونها لم يدعموا تركيا في ليبيا وسوريا وقرباغ وشرق المتوسط وبحر إيجا كما لم يمنحوها القوة بل سلبوا من قوتها وما زالوا يفعلون ذلك انتهت الدولة الموازية هناك من يهروا خلف تركيا الموازية لقد فشلت كل الجبهات وستفشل هذه الجبهة كذلك لقد انهار مخطط الدولة الموازية ولهذا فقد شمروا عن سواعدهم لتنفيذ مخطط جديد أسموه تركيا الموازية فأصحاب هذا المخطط يزعمون أنهم محافظون وقوميون لكن عليهم أن يراجعوا مواقفهم مجددا إن كل أشكال الكفاح التي تخوضها تركيا أصبحت دولية بما فيها ما يتعلق بالسياسة الداخلية فهذه هي الحقيقة الوحيدة التي ترسم ملامح مواقفنا ذلك أنه لا يوجد أي حساب سياسي أو فكر شخصي مبني على فكرة الوطن تركيا ثقوا وآمنوا بتركيا إن تركيا ستزيد قوة بكل خبر يأتينا من القوقاز والبحر المتوسط والبحر الأسود وبحر إيجا وأعماق الشرق الأوسط وهو ما يجبرنا على التخلص من كل ما يعمي عقليتنا وإدراكنا وهويتنا وأذهاننا لندعم محور تركيا ونقف معه ذلك أن هذا هو تصفيت حساب مئات السنين وملخص كل أنواع الكفاح التي نخوضها في هذه المنطقة منذ ألف عام لا تسمحوا لأحد أن يفسد مزاجكم من أولئك الذين يستغلون اليأس بالداخل ويتمسكون بمواضعهم القديمة بل ثقوا وآمنوا بالله ثم بتركيا هذا المقال العميق والدقيق والذي يوصف لنا إلى أين تتجه تركيا كونوا معنا دائما في هذه الفيديوهات التوعوية والتي أتمنى أن تستمعوا إليها بتركيز وأن تشاركوها لغيركم لكي نصنع موجة من الوعي في المنطقة العربية والإسلامية إن كانت مدة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن توافونا بآرائكم واقتراحاتكم وأن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته